صباح الفل. زيكم عاملين ايه اخباركو ايه? يا رب اكونوا بخير ان شاء الله. اه طبعا مبارح اه زمالك والاسماعيلي مش هتكلم في كتير. بس اه من غير اه وجع قلبي يعني. ضربة الجزاء بين ايه. ها? طبعا ما حدش هيطلع هيتكلم. ولا حد عيطلع يقول اه الزمالك خد درب الجزاء في الشينك. عشان بس ايه? شغل التطبيل والرقاصين بتاع خلد الغندورة. انا بالي كتير ما اتكلمتش عليه بس اه بجد اه انا معرفش هو راجل في بيته ازاي? بعد اللي بشوفه وانا بشوف فيديوهات اولا ما بحطش قناة الزمالك يعني في التلفزيون الحمد لله. ما احترامي لزا ما الكويه حبيبي. بس اه المادة النضيفة اللي الواحد مسلا بيحترمها زي كريم حسن شحاتة خلاص اتشارت لان دي ما تنفعش. هم عايزين اللي يطبله. عايزين الشخالي اللي يما. عايزين شغل الرقص. بس هو ده اللي هم عايزينه. لكن اه ان انا اطلع اتكلم على حاجة انت ملكش فيها. وعدكم فاكر ان انت هتاخد الدوري ولا انت بتنفسني. احيي. ومشوها احيي يعني. ما علينا. اه النهاردة الاهلي والطلايع مطش مهم جدا. المفترض ان هو يعمل تدوير النهاردة فيلر. المفترض ان هو يريح ناس. يعني على الاقل حتى. بس مشكلة ان هو هيبدأ بالشناوي. مع ان المفروض يبدأ على الاقل بشريف اكرام المطش زي ده. انت لسه عندك المصري. وبعد كده طالع زمالك في السوبر. اه يريح علي معلول. يلعب اي من اشرف يخلي بك شمال. يريح علي معلول عشان علي معلول محتاجينه المطشقات اللي جاية. اه يلعب ياسر ابراهيم. اه يلعب اه محمد هاني ما كان احمد فتحي. عشان مش عايزين اصابات. في النص يريح ديانج شوية يبدأ بحصام عشور. يريح حسين الشاحات عشان يفوق شوية. ينزل اه جرالدو ينزل احمد الشيخ. يبدأ بكهرباء في الشمال ويريح ايه? لان بصراحة منتهي يعني. اه بقى اليوبادشي لسه جاي من السنغال على الاقل حتى ينزل الشوت التاني. يعني لازم يعمل المطش ده. عشان خاطر انت اللي جاي عليك صعب. واللي جاي عليك مراحل صعبة جدا ومتلاحقة. بالتوفيق ان شاء الله الاهلي وان شاء الله هنكسبه النهاردة زي عادتنا ثقة في الله. ان شاء الله هنكسب بازن الله. اه اللي جاي صعب جدا. ناخده خطوة خطوة. وما نبصش للخطوة اللي بعدها. يعني انت لما تطلع السلم تطلع خطوة خطوة. ما تبصش للخطوة اللي بعدها. بالتوفيق الاهلي ان شاء الله بازن الله وبازن الله هنكسب بازن الله هنفرحه بعد المطش بازنك يا رب. مطش كل ما الواحد يحاول يفكر فيه ما يرجع. عندك اربع مراحل. طبعا فرقة صعبة بكل ما تحمله الكلمة بمعنى وربنا يكرمنا مشانه لاكتر من كده. بالتوفيق الاهلي وبالتوفيق الاهلوية وان شاء الله منتصرين بازن الله. سلام.